يا مولانا في حالة أن المتقدم للزواج لم يخبر العروس أو وليها بأنه عاجز جنسيا وتم الزواج بالفعل فهل هذا الزواج صحيحا ما علمه بهذا العجز قبل الزواج أقول الزواج من المباحات الزواج وإيه من المباحات وكلمة المباح تعتريه الأحكام التكلفية الخمسة الزواج ده يعتريه الأحكام التكلفية الخمسة إيه هي الأحكام التكلفية الخمسة اللي هي الواجب والمندوب والجائز والمستحب والحرام واجب ومندوب ومستحب ومكروه وحرام ده الأحكام التكلفية الخمسة واجب ومندوب مستحب ومكروه وحرام الزواج قد يكون واجب عند وجود التكاليف ومؤن التكاليف والرجل قادرا جسميا وجسديا وعقليا وماليا وبدنيا وفي هذه الحالة يعلم أنه لن يظلم الذي يعني يتزوجها في هذه الحالة ويخاف عن نفسه من الوقوع في الفتنة في هذه الحالة الزواج واجب عليه أن يتزوج وقد يكون مندوبا لديه الإمكانيات بس هو يعني آمن عن نفسه في هذه الحالة مندوبة وقد يكون مكروها إذا كان هذا الزوج يعني ليس يعني لديه القدرة أو أنه مش جاهز على مؤن النكاح لكن أحيانا ها في هذه الحالة مكروها وقد يكون مستحب لديه التكاليف كلها موجودة لكن وآمن عن نفسه من الفتنة لكن عاوز الجوز دلوقتي أو بمؤخر الجواز مستحب طب متى اللي احنا عاوزنا نوصله بقى هل يكون جوازه أو الزواجه حرام؟ نعم يكون حرام إيه الحالة اللي يكون فيها الزواج حرام؟ أن الزوجة يعلم أنه غير قادر على مؤن النكاح أي تكاليف الزواج أو غير قادر عقليا أو جسمانيا أو ليس لديه القدرة المالية أو البدنية أو العقلية أو لديه عجز ويعلم أنه إن تزوج سيظلم هذه المرأة التي يتزوجها في هذه الحالة يحرم عليه الزواج لأنه سيظلم هذه المرأة وأنه سيقع على هذه المرأة ظلم بسبب فعله هذا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع خلي بالكم من دي شرطي وبياني من استطاع منكم الباءة كلمة الباءة أي مؤن النكاح أي تكاليف النكاح التكاليف كلها العقلية والبدنية والمالية والمسكن والمأكل وكل حاجة من استطاع منكم الباءة شوف الحكم جايبها فليتزوج متى توفرت لديه الاستطاعة الكاملة من الاستطاعات المالية والبدنية والعقلية والأمنية في الزواج خلاص يتوكل على الله فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج طب يا مولانا الشيك التاني ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي وقاية وحماية ومن لم يستطع هذه الاستطاعات الموجودة فعليه إيه بالصوم فإنه له وجاء وفي هذه الحالة وصاحبة هذا السؤال الزوج يعني قد غرر بوالد العروس وغرر بالعروسة وظلم العروسة ففي هذه الحالة هو يأثم هو يأثم ليه؟ لأنه لديه عجز ولم يصارح أحيانا الأنانية أو أننا مثلا نقول لك أسنا كنت بحبها يا مولانا ومش عاوزها مثلا واحد على سبيل المثال نضرب مثال واحد يحب واحد فجاي مثلا حازمها تجاوز فهو بيحبها فمش عاوز حازم أن يتجاوزها فيقوم ظلمها وظلم نفسه معه طب أنت ما لديك حضرتك ليس لديك هذه القدرة وظلمتها طب لماذا لم تترك تختار الحياة لماذا غررت بها ففي هذه الحالة تأثم طب يا مولانا أعمل إيه طالما أن لديك عجز وذهبت إلى الأطباء وقالوا أن هذا العجز عجز كلي أي مستحيل إقامة علاقة و أنت ستصدم المرأة في هذه الحالة خلاص فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان فتطلق هذه المرأة وتذهب لتستمتع بحياتها بدلا من أن يحدث أمر ما يعني في الحرام ولا عز بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله طب يا مولانا لو هي راضية وحدة تقول لك مولانا أنا ما تفرقش معي الموضوع ده لا علاقات ولا مش علاقات حمياء وغير ذلك أنا يهميني مثلا إننا نخرج وآكل وشرب والبس وركب عربية هي حر هي عوزة كده هي حر راضية بهذا هي حر لكن في البداية كان لابد له أن يبين هذا للزوجة على الأقل للعروسة التي تقدم ليها أو لأب العروسة أو هو عرف أن هذه المرأة لا تقديمش أصلا كان من البداية ذلك لكن في هذه الحالة الحكم كما ذكرت والله تعالى أعلى وأعلى ترجمة نانسي قنقر